دكتورة غادة في مجلس النواب لو قالوا لك حنناقش هذه القضية حيكون موقفك ايه؟ هتقول لهم زي ما قال لست خلد هذا الحكم نهائي وبات ولا يجب أن نناقشها؟ حكم محكمة الإدارية العليا النهاردة الموفي 16 يناير 2017 المكون من 59 صفحة بيجمع الأراء برفض الطعن المقدم على ما يسمى بالاتفاقية حكم عنوانه إعدام الاتفاقية أغلق هذا الملف للأبد أعدمه الاتفاقية أعدمت الاتفاقية بهذا الحكم اليوم 16 يناير 2007 وشتان ما بين هذا التاريخ وما بين إبريل 2014 وبالتالي أغلق هذا الملف للأبد وأصبح حكم نهائي واجب التنفيذ ولا يجوز الطعن عليه ولا مفر من تنفيذه لكل السلطات الموجودة داخل جمهورية مصر العربية حكم محكمة القضاء الإداري اليوم هو عنوان الحقيقة لجموع الشعب المصري وهو واجب النفاذ لا يحق المجلس النواب منقشته ولا يمكن طرحه أيضا للاستفتاء الشعبي باعتبار أن حكم فحص دائرة الطعون ملزم للجميع من يقر بخلاف ذلك فهو ترزي قانون لا أكتر ولا أقل وبالتالي فرئيس الدولة له أن يستعين بكافة القوى العسكرية والسياسية والشعبية لحماية هذا الجزء من أراضي الوطن المقدسة ولا يحق لأي كائن من كان أن يفرط في زر الطراب من الأرض المصرية كل مؤسسات الدولة على بكرة أبيها بعد هذا الحكم يجب أن تلتزم بهذا الحكم ولا يجوز للبرلمان منقشته منقشة هذه الاتفاقية لأنها أصبحت منعادمة الأحكام يا سيدي والاستاذ الضيوف والشعب المصري الغلبان اللي بيقن من كل حاجة مش فاضل غير كمان الأرض نتكلم فيها ونجادل فيها حردتك مفترض للإعلام المصري في هذا التوقيت الحرج يكون منبر للرأي العام لإنارة الرأي العام وليس لتشتيت فكره وعنده من القضايا ما يكفيه نصك في دولة الرئيس بنتكلم على أن الأحكام القضائية تعلو فوق كل اعتبارات النظام العام قطعت المحكمة اليوم بحكم نهائي ببطلان الاتفاقية وليس بحسب بطلان الاتفاقية ولكنها أكدت بمصرية الجزيرتين جزيرتين تيران وصنفير مصريتين وعلى هذا فإن مصرية هذه الجزيرتين أصبح حقيقة لا تقبل الجدل ولا النقاش